سقبلوا ضيفنا أمين عامل طيار الديمقراطي نبي الحاجي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا على الدعوة وتحية اللي يسمع فينا كل شكرا على تلبية الدعوة البارح كنت طيار الديمقراطي قمت بندوة صحفية نقرأ هنا من جريدة المغرب دعا الأمين العامل طيار الديمقراطي القضاة لتحمل مسؤولياتهم والقيام بالواجب المحمول عليهم أو التخلي عن الملفات اللي يرون أنها من الحجم الثقيل شنو المقصود بالحجم الثقيل لا أساسا ملفات سياسية خط راح نتاوليوم انتوما إعلام احنا سياسيين رأي العام شنين الملفات اللي يسمع به؟ ملفات اللي عندها اليوم مع علاقة بالسياسية مباشرة أو مش مباشرة يعني أعضاء أحزاب نشطاء سياسيين ولا ثم ملفات أخرى حتى متاع رأي عام ولا متاع مواطنين عاديين ما عندهمش مسؤولات سياسية كيما حكاية الغنية متاع الفيل عند علاقة بالسياسة قضية رأي عام قضية رأي عام الملفات اللي من نوع هذية صحيح أن الحامل متاحة واللعب متاحة ثقيل خطر رأي العام كل ما تم بها خطر السلطة هي اللي حركتها رأي نحكيه على ملفات التأامر ولا النواب اليوم اللي كيف كيف معناها ممنوعين من السفر الدعوة حركتها وزيرة العادل هي ملفات سياسية تحب ما تحبش هذا هو معناها مش نيابة العمومية بمنطقة نفسها تكفلت بها دونك ملفات هذية اللي ارزينا عليك يا قاضي ولي تبرك الله عندك من التكوين خير ربي ومن الخبرة خطر من حفظك هذي ما يخذهش قاضي بدعمناه ولمناه خير ربي زادة وانتي قديت القسم يا تحترم القسم اللي قديته والقراية اللي قريتها والرسالة اللي حملك المجتمع مش السلطة حملتك الرسالة هذي خطر انتي بش تقضي بين الناس اللي في السلطة واللي معدوم واللي في سراه واللي ظالم واللي مظلوم يا تكون قدر رسالة هذي يا عندك حال مثني منعرش علي من نجم يتخلاه على الملفات من نجموش هذي امورهم انا اللي ادعو لي انه يتعاملوا مع الملفات هذي اه يتغلبوا على الضغط كيفاش تغلبوا على الضغط انه طلبت الشجاع ما تنجمش تكون قاضي وانتي ماكش شجاع واذا كان من المنلوم حتى حدنا كل واحد شقدروا ربي لا يكلفوا الله نفسا الا وسعى ما تنجمش ما تحكمش على عباد شكون قال له رك ماكش قاعد حتى كان الرئيس يقول لك هي وظيفة راي مش وظيفة راي مش وظيفة رك مش طلعلي بانجمون ولا ما طلعليش رك تحطني في الحبس ولا لا رك تجوا عائلتي ولا لا تحطني في الحبس وتمش تاخدوا عطلة قضائية انتي الله واعلم لكن الكلمة تقالت اه اه عندي عائلة مرحبا والفيرين اللي في الحبس هذوك عندهم فيرين صغار عائلة ولا لا وقتها زادا للأسف نستعمل مثال شعبي ما مكنش ناود نستعمل تبكي يوم ولا تبكي يوم سمحني مرحبا ما ينجمش قاضي يكون قاضي يقول لي وين قراها في كلية الحقوق لأ مهدي ما تتكراش نبي لاحظ في المجلس تعالى القضاء كان قراوه تبكي يوم ولا تبكي يومي حطوا هنا في المجال الجزائي وتفضل اخدم على روحك راوثام يا ربي سبحانه حسبنا في اللي اخرة حسبنا في الدنيا القاضي يعطي لي ذي كل حق حق الظالم يعطي يعاقبه والمظلوم يعطي حقير لاحظة بارك المهم في العمل اي سمحني مروين اللي يراك سيدي اليوم تبكي يوم ولا تبكي يومي وارضخت للضغط وتبدلت السلطة دارت لريح يموتاو بش تبكي يومك وموتاو موكي يحاكم اخر ويحب يصافي حسابيته معاك تو تبكي انا منحب حتى حد الظلم للقاضي للسياسي للحت حد اما استبتن انه منصره زمنه نساءته ازمانه رمدوم الحد حد دونك انا هي اسمها رسالة عندي انا مش وظيفة القضاء اذا كان انتو مقابلين يا قوذات مجموع القوذات انو هالمرسوم خمسة وثلاثين سيف مصلت عليكم اموركم لكن عالقال كي جيتو حكم على العباد احكم بالعادل نجيتو منعرش كنت بتسألني حاجة كنت بشيقلك ساعة قبل ما نوصله للتفاصيل هذي كل اه الطرح هذي مبني على قناعة انو القضاءات هذهم هم تحت الضغط هذي قناعة هذي ساعة منين جاي هذي وقاعة مش قناعة نبدأ بال بمنطوق السلطة على خاطر ونخليك تكمل نبيل خاطر حتى في مستوى الهياكل ممثلة للقضاء وكنت تبعت المسألة معنا تفهمها الجمعية تقول صحيح فما ضغط وكذا والوضع لا يطاق وكذا والنقابة تقول اره ما وصلنا شي من من الكلام اذي مرحبا قبلهم قبلهم هما نقول لك السلطة اش عملت خرجت مرسوم حديش حالت بمجلس على القضاء عمت مجلس متاح وقالت راهو باش تعاقب قاضي المجلس هو اللي بد يمكن السلطة انت اعترض هكو اللي ما كفهيش زادت خرجت مرسوم خمسة وثلاثين شقالت فيه عدلت فيه فصل راهو السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وزيرة العدلة تحبن بناءا على معلومات ولا تقارير يمكنها عزل القاضي بجرد قلم كما قال لاخر هذية ماهوش زغط فقط النص قبل مهاني جيل الممارس النص هذا واحده ما خليش قاضي يخمم مرتين قبل ما يحكم في ملف سياسي بعده قال لك من يبرئهم فهو شريك لهم شقالت السلطة التنفيذية اللي أنا قول عليه مجرم راهو مجرم تبرئو رك مجرم كيف هذية ماهوش زغط ع القضاء ثم قالت السلطة رئيس الجمهورية حكم عليهم التاريخ قدناهم التاريخ قبل ان تدينهم محاكم هي حل محاكم وخاي قال لاش وكتاب وعدول تنفيذ وقضات وتنبري وعلم نيابة كي هكي التاريخ هو اللي قاعد يحكم والقضاء شنعملوا به دونك هذيك كله نجي وتاول للليدتاي نبدأ بالملف اللي اقل مافيش ناس في الحبس والله لا يقدر انه يتحطوا ناس في الحبس متاع النواب اللي ممنوعين من السفر خاطر عاملو جلسة عاما نهار 30 مارس 2022 باش متهمين سي النواب هذو متهمين بتكوين والانخرات والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج اللي يسمع يقول ثم مئة وعشرين واحد هزو كلاشين كوف ودبابة ومنع رش علوين دحم رام عاملو جلسة عام معان بعض كل واحد قاعد في دارو بابكيكاسيون اجتمعوا وعليش اجتمعوا خاطروا من نواب شعب وانتخبهم الشعب معناها اللي انتخبوا الشعب كيعمل بش يعمل جلسة عام يتسمى تأمرا وفاقة مجلس نواب الشعب ووقتها مجلس نواب الشعب مجمد مجمد مش محلوق ولا مثل عندهم صيفة النايب هذك يتسمى وفاق معناها من ننتخبهم الشعب عندهم الوكالة كما يقول هو يولي اسمه وفاق ذاك باي الورك اللي سكر مجلس نواب الشعب دبابة وحل المجلس على القضاء بالباقة متاع الحاكم بالبوليسية واللي حل يزي واللي حل هيئة مكافحة الفساد واللي ألغى دستور واللي عمل دستور واحده واللي عمل استفتاءة واحده وعمل كل شيء واحد وهذا كلام يغير سبغة الدولة معناها باي وإثارت التبديل وإثارت الهرج بالله من وقتها من مارس 22 يا شعب تماشي واحد حتى سبوا واحد في جورة الجلسة العامة ديك مش هرجوا وعنفوا هل كانت لهوا التبعات على أرض الواقع راهوا الدعوة تقدمت نهار هم عملوا جلسة 30 مارس وزيرة العدل كتبت لوكيل الجمهور كتبت في 30 مارس طالب تفتح تحقيق بعثوا للشرطة في 30 مارس حلوا المحظر في 30 مارس دموا على خدوا عايتوا لستة نواب في أول أفريل 22 ثم ما عاد ثم حد شي حد شي لا عايتوا لارا ما عايتوا وزن استنطق وستة من ناس برك من 121 وفجأة في جوان 23 ثم منع من السفر يدي عايت لو سمعوا السيد اللي بجتمنعهم السفر جراء تحفظي جراء تحفظي نجم نقرارك القانون شيقول ما نحبش نثقه بالقوانين بالنصوص راه يقول إذا اقتضت مصلحة البحث أنت ما بحثتش كان بحثت ولقيت أنا مصلحة البحث تقتضي أنه تعمل لجراء هذي مرحبا مرحبا أنت ما بحثتوش ما تعرفش عليش عمله ولا شو ما عملش نجم يقولك ما حذرتش بيه كعمل مطلب رفع تحجير السفر زيد غنية خاطر مرتو وصغارو وخدمتو في فرنسا دونك بش تقضي على عائلة تحب ولا تكره زيد غنية اللي هو اكتشف المسألة وهو مسافر هم النواب كل اكتشفوا العملية هذي كيجا زيد غنية مسافر بيه عمل مطلب لم يبط قاضي التحقيق في المطلب عميت قضاء التحقيق بالقانون عندو 4 يام بش يبط لقال اي لنقبلو لمن نقبلوش خبه راسو نرجع للشجاعة تي ما كتب مقتنع عب الملف في انتي قولوا لا وزيد كي تلب حد في المطلب نتاعو راني نطلب منك استنطاقي عايتلي واسمعني لا سمعو لقابلو لاخذي قرار تقولي انتي تبكي يوم ولا تبكي يومي تيخوذ قرارك وخلي تبكي يومه عقيلة كون شجيع وخوذ قرار قول لا وش نمدد فيه تماما منع السفر ناس خايفة مرعوبة تقولك فك علي خلي يمشي يطعن في دير 3 يهم ياخذها تاخذها محكمة السيناء في القرار ونختاني ما ما ندخلش في الدعزق هذي هذي ما عادش يسمو قضاء هذي ما عادش يسمو قضاء هذي ليستقيم حتى فيما تشكوره معناها ربيتر قولك لا فك علي من زفرش ما لا ما ريتوش توش ما نعرش عليه دبروا روزكم توش ولا ركنية هذي في الكورة فيما بالقاضي يحكموا بين الناس نبي الحاجي تاريخيا في الاخير السلطة القضائية او اليوم وظيفة كانت ديما خاضعة لذغوطات بيمكن تنجم تقول لي شد وجازر لكن في الاخير السلطة القضائية كانت كما في برشة دول اخرى حتى يمكن لي فيهم تجارب ديمقراطية باكثر شوية عراقة منا من تونس كانت ديما فهما ذغوطات على السلطة القضائية ايه هذا امر مع بي ولا خايب امر خايب لكنه خلينا نقوله في في صنف المعتاد في صنف المتعودين به وحنا نحكي التاريخ الديمقراطي من الي تأسسنا كان صوتنا عالي ضد هذا ولا انه رفع اليد عن السلطة القضائية رفع اليد السلطة السياسية او من يحكم على القضاء هذا كانت المعركة متاعا من الي كانت مجلع القضاء بالكش نقوله محله امراء ونعاود نقولها وقتلي عشرة من الناس يحرقوا الفيو من نحيوش الفيو نعاقبوا العشرة من الناس والفيو يقعد خطروا منظم الحياة وقتلي القضاء فيه خلال نصلحوه مش نبركو عليه مش نوظفوه خطر وقتها زدنا عمقنا المشكلة خطر حتى القاضي الي كان نزيه بشي ولي مش نزيه خطروا خايف قبل كانت بالاغراء كانت بالملفات يبتزوهم اليوم ثم قضاءت من معفيين ما عندهم مش ملفات دونك الرسالة للي مريقل ومستوي كان جايك قضية فيها سياس يرد بالك رأس السلطة تنجم تقول لك سمحني البر دونك زدنا احنا في الطين يبلم يعني كان القضاء يعاني زدنا اليوم قضينا على حاجة اسمها قضاء عادل نزيه مستقل والحقيقة الحقيقة ماعني ما ثماش بلاد تعاش قولة ابن خالدوني يعرفوها الناس كل ما تنجمش تعيش يا سيدي انسحنا سياسة وانتخابات وتحب انت ثم مستثمر يجيك لتونس ومعرش روحه كي عنده نزاع مع الدولة ولا مع شخص اخر ما هوش متأكد انه ثم قاضي بش عتي حق وقتين يشوف اربعة وخمسين قاضي ياخذوا حكم محكمة الادارية بايقاف تنفيذ العزل متاحهم والسلطة لا تنفذ ثم مستثمر يجي البلاد السلطة لا تنفذ قرارات القضاء ما زال واحد يجيب فلوس يحطن في البلاد هذه وهدوه يجيب تز وزيد ولا عمر ولا من المناصرين ولا من الصديقين ولا نسمعهم في برشة كلام تاو ما نحبش ما عنديش معلومات مؤكدة ما نحبش نقول كلام يرجع علي ثم مستثمر يجي يستثمر في الوضعية هذه يظهر لي لا بالنسبة للقضية الاخرى ما يسمى بتآمر على امن الدولة فيها غازي شويش وعيسا مش يبي وبقيت الموقفين لاحتفاظ ستة شهر القانوني يقول تنجم تمد بربع شهر بقرار معلق تار شنو تعليل القاضي وحيث يتضحوا منها الأبحاث المجرات هي لم تكن ما تكن ماشي أبحاث مجرات عن قيلة في غازي وأبار خيام تركي والاخرين ما تكن ما تكن أبحاث مجرات أنها لازالت تحتاج إلى مزيد الاستقراء وفي بقاء المظنوني فيهم اللي هما ستة عشرين اللي هما ستة اللي هما ستة اللي موقفين بحالة إيقاف ذمنا لتوفر حسن سير البحث معناها قعد أنت غادي أنا مخدمتش خدمتي معملش استقراء معملش اختبارات معملش استنواقات أما قعد أنت غادي حتى نلقى لك وقت تي الحقيقة معناها أنت كي بش طلع مضمون يمشيوك يجيبوك مرتين تفد هذي ناس مطايشة في الحبز نقول كوك عن غادي حتى نشوف شتشوف شنو شنو تشوف شنو اللي بشتشوف أنت ما عملت حد شي ما نحبش ننخوذ في ما عندناش الحق نحكيه في في أصل القليل في أصل الملف تياما ثم اختبار صار معناها يقول أنه غاز الشواشو عصام ما عندهم حتى علاقة وما عندهم حتى 17 تهمة الموجهة ليهم حتى واحدة متنبقى عليهم يمي لم تيم وانا قلت حاجة أخرى معناها هنا تقول نحكي في الإعلام وتحكيه وانتو مساعات البارح البارح على بلاغ متاع متامدية تاع غيرب وشين عدت الدنيا فيسبوك طلعو وهبط معناها على الخبز ذيك اليوم ثم ناس معناها حقوقها مهضومة مرمية في الحب سكزورة بنوبه تانا والحقيقة معناش نحكي عالشعب العادي خطر الخوف تسلى لعلقاء قلوب الجميع نحكي حتى على أحزاب أخرى منهم مش كون كان شاركنا في الكتلة مه دا كون واضح الموضوع هاي وكلمة حق ما يقول هايش في من كان رئيس كتلته هاي هم مثالش التورن نحكي على منظمات عريقة ونقابات عريقة مه كلمة لها يفاشئك موقف شركائكم في الكتلة مثلا هنا المقصود واضح حركة الشعب موقفهم مثلا ما تعتبروا انتي صمت على القضية هذه أي إنسان حر وعنده ضمير ويحب يعيش في بلاد ديمقراطية بالنسبة لأينا من جمش يكون صامت في الوضع هذي ونزيدو كوش أخرى أن ناكلين الماء والملح وتعشرنا سنوات ورئيس كتل الغاز الشواشي كان آآ وانتي تعرفوا شكونوا معناها كان يحكي بلك أحد آخر تعرفوا عاشرتوا يوما بيوم تعرفوا من جمش يكون يقوم بالأفعال هذي ومبعد جي شنين الحجمتيك لنت ندخلوا في القضاء وننتظروا الميلة في القضاء يبقى يجي مع اثنين ثلاثة تنتظروا ستة شهر توزدناهم أربع ونجي مزيدو أربع أخرين عادي بعض يقولوا سمحنا رانغلوطنا هاي ولا 14 شهر من ناحية بنادم ونحية عائلة بنادم مش نعملوله عندك فكرة على ظروف غازي الشواشي حاليا ضروف إقافه هي من المفارقات معناها أنك تحطوا في السجن بتهم خطيرة تنتج بتوصل لعدام وتمنع عليه حتى كتاب غازي الشواشي من أبريل ممنوع عليه أنه يدخلوا لكتب محروم من المطالع بما فيهم كتاب القرآن تخيل انت مالا شنو السبب برا أسأل وزيرة العدل وابنه غازي الشواشي اللي هو عضو مجسوطني في الطيار زادوا مؤسس في الطيار كي قال لكلام هذية في قناة التاسعة محركين ضده أيضا قضية يتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهوري وهو يعيش في فرنسا اليوم ما عادش نجم روحلتونس خاطر روحلتونس يقبض عليه معناها شوف نوصل لنا معناها ننكل بيك وحتى لي حبي يدافع ليك نزيد ننكل به والقضاء مصلي عني به معناها معناها الحقيقة يسدي تعرفش كيفية النجم كنا نغال والملف ملغ هي يخرج يعطينا قول لنا الملف فيه كذا وكذا بعد ستة شر عقل رأي العم عن دو الحق عنا ش سمعنا سمعنا مساعدة وكيل الجمهورية في القطب خرج تبيان قال ترهم السفراء وصفارات وعضاء الصفارات خاتي معاشكون يتأمر الجيش خاتي والبوليسية خاتي يتخابر والأجانب خاتي يتخابر معاشكون كيرفاسود مع الزباتيست معاشكون يتخابر مع الفيراج معنا ثم حاجات ما تدخلش مخ انتي برأت نسكل اللي نجم يكونوا معنين بالتخاب شديد سلاح ما شديدش شديد مخطات مكتوبة مشديدش ثم أموال توزعت ما ثماش شنو ثم مساج واتساب قالت سامي عبو البارح في الكونفيرونس دو بريس ردوا بالكم على تليفونيتكم رأوا اي تفضليك مع صاحبك نجد نقارو حك تآمر وهذا الواقع معنا اليوم ثم في الملف كان مساج واتساب ما نسي هلش معنا كان هذي يسعد الشعب التونسي ويهللو وينتقمو تبيع جزء من الشعب التونسي خاطر قاية سعية استثمار ايثا في العواط في الخايبة اللي عندنا شوية عنصورية على شوية جهاوية على شوية شماتة زاد على شوية ده تقليب بين الغني والفقير والميسور واللي أقل يسر معنا الحقيقة قاعد استثمار نبيل ملزميش زاد برشة يعني برشة مخ ولا برشة برشة ديراية بشوحد يعرف انه حتى بالتجربة التاريخية الحبل قصير متع المسائلة دي يعني في آخر الأمر هالمسجونين هذوما إذا كان كما قلت انتي الحكاية كلها فها كان مساج واتساب في آخر يعني في وقت من الأوقات بشي وليولك عبء عليك انتي كمنظومة كنظام بشي وليوله هما مقلقين ككثر منه حاجة أخر في اللحظة هذيك شنو شنو بشتعم انتي كمنظومة ولي خام عليش بشماش الشوية استشراف هذيك هو أي إنسان يستبدل وكان خمم في اللحظة لما بعد حكمه هو أراه ما استبدل واضح أنه أي إنسان في التاريخ أنه إنسان يستبدل في بلو بشي تدوم لو هي طبعا ما تدوم لحد لكن كرسي غلط ثم سكرة الكرسي يعني يغلط برش اثنين أنه وين ماشين أنا أراه من عرش أنا أتوقع أنه بشي زيد التضييق خاصة كان عمل الانتخابات رئاسية وكان قاعد رئيس جمهوري وقت كان عمل ديما نقول كان عمل الانتخابات رئاسية لكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأثناء شنو كيف بشيكون ما هو التسلسل أنا أقول تسابق شرب الشعب التونسي وشنو نحن الكل معناها حتى الأحزاب اللي من لقول كانت مساندة وتولت مش مساندة وثم حزاب كانت تولت تحكي على مساندة نقدية معناها ما فهمتش مساندة نقدية لشنو معنا هم معرضين كل شي نحكي على حركة شعب مثلا معناها معرضين كل شي نسمع سعب في بقري تبيان متاح معرضين كل شي أما هم مع 25 جويل ما فهمت شكونوا هيدا 25 جويل وهم مع شنو شعالين الوضع الاقتصادي والاجتماع ما وإحنا بدنا بالسياسي والحقيقة معناها الزج بهم في السجون وحل الحزاب وكذا كان شعبيا كان جاب تعاطف ومبعد تعدينا لتكميم أفواه عقيل الإعلام ومعارضة بالمرسوم 54 ومبعد تعدينا مع ضرب الجسم النقابي ومعلم ناسف الحبس والمعالمين حولهم الشهاري وكذا ثم البلاغ المشترك الخراني معناها نسميه يقول ما عد تكتبوا شي ما عد تنشروا شي تقريبا معناها ولكن بعبارات أتعص حتى من مرسوم 54 اللي يقول معناها ثم جملة بها يعاقب اللي نشروا بهدف التشهير وتشويه السمعة والاعتداء على حقوق غير أو الإضرار بالأمن العام الساعة هذه بالذات معناها عاقلة التشهير وتشويه السمعة واعتداء على حقوق الغير يا سيد جمهوري لو تلقى فيها ما لذ وطعب من البيانات ومن الفيديوات اللي فيها سب للمعارضين كله متأمرين وخوانا وجرذان واللي سرق 1500 مليار واللي سرق درق وإحنا مرينا حد سرق وابدأ بيها زادة مثلا أرجع لنا لك البلاغ ولو أنه تماش القانون ما هوش ريترواكتيف متاع الظرف المسمو يا توان سيال اللي تسمعوا في راكم عايشين في بلاد صفحة الرئاس قالتلكم رئيس الدوان تعرضت إلى عملية تسميم بظرف المسمو عندنا 4 سنين تو بشتفن والبلاد اللي عايشين فيها لا أكين سويت لا أثر وفا صحيح ولا غالط كان غالط اعتذر يا رئاس وكان صحيح النيابة العمومية تكفلت ولا لا هي بزيد غنائي وغلس شويش رأي هذي شنية مش يقتلوا رئيس الجمهورية دا كوردو وما ثم حد شي ما توقف حد ما توقف حد كي ما توقف حد تقول رأو تم حافظ القضية ما ثم بلاغ كذب لا ما نقولوش باي نجي البلاغ ثلاثي هذا الجملة اللي حاجتي بها زادوها مش موجودة في المرسوم 54 قولنا بهذا في الاعتداء على السلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التنسية والسعي لتشويه رموزها بتاعش معناها هذا معناها ما عادت تشكى من شي جوع غيرت بك تقول جوع تا مش خبز قسك تصبر ربي لا تأن لا تتوجع توجع في قلبك خاطة صينوه تولي اا تا معناها تحتديع السلم الاهلية سلم الاجتماعي او بمساس ممساس من صالح الدولة انت تقول هكا المستثمرين ما عاش يجي ونجي اول هيا كي ما تحب انت وكي نقول انا مثلا الوزير الفلاني فاشل وسيت وفاشل نقول ليش شوهت رموز الدولة اصلا انت بيعتيونا قايمة في رموز الدولة رمزا رمزا بنص بالرأة مش بكسرها خلنفهمه معناها اا شكون نحكيو عليه وشكون ما نحكيوش عليه هذيش معناها معناها واضح الرموز نحكيوه لرئيس الجمهورية والوزارة علام بودربالا مثلا مش رمز رئيس مسنوب الشعب نايبتو نايبتو نتا حكومة اتلانت مميونورمان ما رمز من رموز الدولة مادام حكيت لعمل مسنوب الشعب اشتفل من بلاد اللي احنا عايشين فيها عنا نايب دراشكون قررها من عرفوش عرفوش بودربالا قيسعيد حشاني قررها انو معتش نايب هذيلي اه كيفاش الشعب يريد هو ينتخبو من يمثله هو الشعب انتخب من يمثله سحب الوكالة من نفسه ما تماش سحب وكالة وما تماش رفع حسانة معناها مش رفعو عليها الحسانة نقوم سامين عبدالعلي سامين بن عبدالعلي تاردوه من المجلس نحاوهم الصفحة وقفلو شهريته وقالوه بارا رب معك انتصور كي ترجع بعض الوقت اتمن خليه وشتق شكوه نقرر ما تعرفش علش انو نرجع نقول تقول لي انتي قضاء طيو هذك بشي مشي يشكي نحكم لي داري بشي اتحقوه بعض الشخصيات وبعض الاحزاب معارضة اليوم لمسار 25 جيلي وحتى فيها يمكن لي في وقت ما ساند المسار اه اه نر نسيت كل ما كملتش على الوضع ارتصاد والاجتماعي شو ستم هو عارف روح ومعندوش حلو وعارف روح عاجز واللي وعد به كل استرجاع الاموال المنهوبة ثم شي هاي لجن صلح الجزائي نزالة ثلاثة شروط كامل ما جابتش خروبة اموال المنهوبة قبل بنهارين عايت للوزير قالوش بيك ما 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 تددش في الاجيل اراو فلوسنا بش تمشي علينا في الخار نهارين نهارين معنا انتي كي تبدأ عندك فاتور الزوت بيت ما ترقدش مش عندك الاف المليارات في البنوك نسيتهم ذكرت قبل بنهارين معنا صدقا ولا تضحك الدول الخبز قال خبز واحد لشعب واحد وينو الخبز واحد لشعب واحد صف بخلاف صف وانا البرح تعديت والله بالصدف قدام الكوشة اللي مشي لها وكلي حتى البلاكة من الخمسة متاع السباح السباح الناس تكشكش صف من هني لغادي نفس الكوشة دي كان مشي لها رئيس وقاها فارغة تكوردو دونك هذا يك كله العجز هذا هنا دي ما نقول اللي متخمر وفي بالو عنده نبوءة وقت اللي الناس تهلل ما يقلقوش وقت اللي تبدأ يذيق الخناق ويعرف الناس فدت يزمي سكتهم لن يقبل صوت يقول له اثنين هذي غالطة دونك كي ما يسلحش اثنين شعم يسكت لها صوت وحنا مشي نغادي بعض المحادثات قاعدة تصير خلال التصريحات هذا ما فهمناه ما بين بعض الشخصيات وبعض الأحزاب في المعارضة من أجل توحيد إذا كان بش يكون فما مرشح أو من أجل توحيد الجهود متاع المعارضة كتيار ديمقراطي معنيين بالموضوع توحيد المعارضة علشنو خي كلمة توحيد المعارضة هو اللي عمورة متوحدة كلمة وكهو وسنتفهم على شنو متوحدة المعارضة هو اللي قاعد اسمع فيه توحيد المعارضة على مرشح واحد اللي انت خبيت رئاسي هذا اللي اسمعني أنا القرار من نجم بشنا انت القرار خطر ياخذوا المجلس الوطني لا معناه على الأقل فماش اتصال بك اي ثم اتصال بش يكون في اكتوبر معناه تصلوا بنا مثلا تلاف صمود وطرحوا الفكرة معناه وبعض الأحزاب الأخرى ما غير مسام مستي معناه معناه حديث معناه نقاشات وكهو نسألنا لنس كل هل هم متأكدون من أنه ثم انتخابات رئاسية في الفين وارب عشرين هات ناخذوك معناه فرضي مرحبا نزيد فرضي هل يعرفوا في بالهم نور مال مو اللي المنافس متاح في انتخابات رئاسية الجاية هو بش حط قواعد اللعبة مزل محطيش منعرفوهش ما يعرفوش قواعد اللعبة شني وأما هو اللي متأكدين اللي هو اللي بش يحط تو تتصوروا معنا مش خليكم تربحوا في انتخابات سؤال نطرح أنا مزلنا ماخدينش قرار تتصور ينجم يقبل قيس سعيد أنه يتخلى عن السلطة حتى بانتخابات هكا بجرت قلم قولت فاضلوك هوا أنا فشل تيجي وانتوم الشاعب اختاركم رأوا قانون انتخابي وشروط ترشح بش يحطهم قيس سعيد كان يلقاء الريح في صالحه ممكن يخلي نفس الشروط ولو انه يزم يتبدل قطر الدستور بدل بعض الشروط حتى القانون يزم يتبدل أصلا هوا القانون تاو بش ترشح قال لك معناها القديم القانون انتخابي قديم عشرة لاف امضاء معناها من مواطن وخمسمائة من كل من كل ولاية وإلا عشرة نواب يزكي وكننا حكي على التزكيات يتصوروا بالشقعة تشترت هيدا بيدو وتتصوروا انتوما في المناخ الخوف هيدا تا مش كمشي زكي معارض القيس عيد والرشيد والمعتمد والعمدة والوالي عسو عن اسكل وكما انت زادا قلت للانتخابات فرضية ترشح قيس عيد زادا مازال لم يتم الاعلان عنه صراحة شوف معناها سنون بطلوا معناها شو نعملوا حاجة اخرى معناها قيس عد عمل هذا كله بعد مش بش ترشح كان مش ترشح بش حط مورش ولم يعملش انتخابات وهذا حق هذا على مسؤوليتك نعملوا في السياسة نشوفوا حاجة اخرى ثم منطق في الاشياء رئيس عمل هذا كل عمل اللي كنت نحكي لك فيه كل قلب بهايئة الدولة كله بعد ما يترشحش عملوا للشعب مدام عملوا للشعب حاجة اخرى بل منوصلوا الانتخابات يا سيد الرئيس ان شاء الله ربي يطول في عمرك وشدلك في صحتك ويفضلك للي يحبوك اما كله نفس دائقة الموت رأوا لا قدر الله لا قدر الله كمولة لما يتفكر امان تقبل الانتخابات رانا نقعد ونتفرجوا في بعضنا حالة فراغ دستوري ما عاناش كون نحطه رئيس جمهوري في ظل غياب محتمى دستوري اخي تاو واحد بو عائلة كيجي مسافر يعاية للمرأة كل عام الفلوس هنا وهو الباسبور هنا وهو الزدق هنا وهو كنتراتو الكري هنا ما عارشش عالدني يا سيد الرئيس ما عارفوش عالدني تخليش البلاد في كف عفريت شكرا لك الامين العام لطيار الديمقراطي نبيل حاجي كنت ضيف الانتخبير شكرا في نشرة مفاصلة للأخبار وراجعين في الأكسبرس